منذ أحالة وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاء تنفيذ مشروع طريق مطار الملكة علياء الدولي في عام 2008 حتى بدأت تساؤلات المواطنين تزداد مع مرور الأيام حول الوقت الذي سيتم فيه تسليم المشروع وفتحه أمام حركة السير فتنفيذ مشروع إنشاء طريق المطار خطط له بعد أن تجاوز عمره التصميمي والتشغيلي 30 عاما تنفيذ المشروع كما كان مخطط له سينفذ على مرحلتين الأولى والتي خصصت للجزء الواقع بين تقاطع المطار ولمسافة ثمانية كيلو مترات باتجاه الشمال نفذت بشكل كامل وفتحت أمام حركة السير في شهر تموز الماضي أما المرحلة الثانية والتي تمتد من منطقة تقاطع نعور وصولا إلى تقاطع مأدبة فما زال العمل بها جاريا حتى اللحظة وشابه العديد من الأقاويل حول خلافات بين الجهة المشرفة المتمثلة بوزارة الأشغال والجهة المنفذة المتمثلة بالمقاول وذلك بسبب نقص التمويل وهو ما أدى إلى توقف المشروع إلا أن العمل استؤنف لاحقا بعد أن تم تأمين التمويل اللازم على حساب صندوق التنمية السعودي حيث بلغت كلفة المشروع في مرحلتين 90 مليون دينار مصادر خاصة برؤية أكدت أن المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع طريق المطار سلم المشروع لوزارة الأشغال حيث بات الجزء الأخير في عهدة وزارة الأشغال وهو ما أكده وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلس في اتصال هاتفي حيث قال أن المقاول أرسل كتابا لوزارة الأشغال العامة والإسكان يفيد بانتهاء أعمال المشروع على الطريق وبناء على ذلك فقد شكلت الوزارة لجلة هندسية لتقييم مدى مطابقة تنفيذ مراحل المشروع مع شروط العقد الممرمي سابقا بين الطرفين مشيرا إلى أن نسبة التشجير على جوانب الطريق قد وصلت إلى 60% حتى اللحظة حيث أنه سيتم زرع 16 ألف شجرة على جوانب الطريق وأشار الوزير إلى أنه من المبكر تحديد موعد دقيق لفتح الطريق أمام المواطنين في حين أنه في الرابع من أيلول الماضي وفي تصريح سابق له أكد أن الطريق سيفتح أمام المركبات بعد شهر من الآن بعد أن تم إنجاز ما يزيد عن 97% من المشروع وقال حينها أنه لم يتبقى سوى الأعمال التكميلية للمشروع مثل حماية جوانب الطريق وأنفاق المشاوى تنسيق الطريق بالأشجار طريق المطار طريق حيوي ومهم باعتباره بوابة الأردن أمام الزائرين للمملكة من مطار الملك علياء الدولي وهو السبب الرئيس الذي تفعى الحكومة حينها لإنشاء طريق جديد بثلاثة مسارب إلا أن الطريق الجديد ما زال مغلقا حتى اللحظة فمتى سيتم فتحه أمام حركة السير سؤال بات يطرح كثيرا بانتظار من يجيب عليه رعد بن طريف رؤيا